بعد الفضيحة اللي حصلت وبعد اللي حصل في مكتب فريدة منلاقي ان سمر بتقرر تسيب البيت وكمان هند في العناية المركزة وحالتها صعبة جدا وظهور سوزان أم هند تعال نشوف أحداث الحلقة 125 من مسلسل حيرة وفريدة مش شامع حاجة عن موضوع الفيديوهات وبتفتح ان انت هي وخطبها وبيتفرجها على الفيديوهات اللي موجودة لها هي وكمان لجمال لما راح جاري على المستشفى وأخدها بالحض واتصدم الطبق لما شافت الفيديو ده ما كانتش بصدقة وبتقول ايه ده ميني لو نزل حاجة زي كده أنا معرفش وطبعا كان صدمة أكبر لخطبها وعدنان بيروح البيت وبيقول ميني لو نزل الفيديو وإيه اللي وداك عندها هتفضحونا طبعا جمال درع على سوهيل ومرضتش يقوله حاجة فسوهيل بيقول ايه جمال أنا متشكر جدا ان انت موتش لخالي عدنان على أنا اللي عملت كده او يعني انا السبب يعني انا التلفون السلق مني قال لما مرضتش يقوله عشان خاطر اكيد حيعمل مشاكل معاك وانت كمان جدع وبتوقف معايا في مشاكلي وفي كل حاجة لما مرضتش يقوله ابوي علشان كده لكن برضو ده غلطتك وطبعا سوهيل كان مبسوط جدا باللي حاصل ده بينه وبين نفسه بينما منلاقي ان خطيف فريده بعد ما بيشوف الوضع ده وبيشوف الفيديو بيدايق وبيمشي بتوقفوا بتقولوا استنى انا ما عملتش حاجة انت زعلان مني ليه دلوقتي انا مليش داخل في حاجة انا لقيته مرة واحدة بيجرع علي وبيقضني في الحضن انا مش فهمة رده قال لها انه لازم يمشي دلوقتي كان ميدايا وغيران جمال بيتفرج على الفيديو فريده في نفس الوقت بتتفرج على الفيديو وطبعا الاتنين شكلهم لسه بيحبوا بعض عدنان بيسأل على صمع مش بيلاقيها بعد شوية بتيجي فبيروح يتكلم معاها وبيقولها اهدي اتطمني انا ححل الموضوع ده قالت له هتحله ازاي قال لها انا وانتي هنعمل خطة لكن قالت لا انا مش هعمل حاجة من وراء جمال لانه بيزعل قال لها لا مش هتعمل لي حاجة من وراء اتطمني خالص انا حخلي فريدة تغور خالص من حياتنا ومن الشركة قالت له ازاي رده وقال حخلي جمال نفسه هو اللي يعمل كده اتطمني انا حساعدك وبتفرح جدا بينما مديحة ووفاء والكل موجود في المستشفى عند هند وحالتها كانت خطيرة سوزي امها بتيجي وبتبقى عايزة تطمن عليها الكل الان على هند اللي كانت موجودة في العناية المركزة من لايه ان مديحة بتشوف الفيديو بتاع جمال وفريدة وبتكون متضايقة وبتقول شكله لسه بيحبها انا تعبت جدا من الولد ده مش قادر اعمله حاجة ردت وفاء وقالت ان هي من يومين بس تكلمت معاه وقال لها ان هو مش بيفكر فيها ابدا وان هي بالنسبة له انتهت لكن للأسف شكله لسه بيحبها والفيديو يدل على كده يا ترى ايه اخبار سمر دلوقتي سهير رد وقال ان هي منهارة وبتعايت في قضتها وبيبدأوا خطة عدنان وصمر مع بعض في البداية بتخرج سمر معاشا ان تتهدمها عايزة تسيب المكان وبتقول لهم ان هي مش هتقعد هنا ولا دقيقة وبيوقفها جمال وبيقول لها رايحة فين قالت ان هي رايحة على فندق ومش هتقعد له هنا ابدا بعد اللي حصل ده قال لها ما حصلش حاجة انت مكبرة الموضوع على فكرة قالت له لا مش مكبرة وانا استحملت كثير جدا ولازم امشي ما حاولش حتى ان هو يقول لها عودي ولا حتى حاول ان هو يعزم حتى عليها فكانت مضايقة جدا ومنشوف بعد كده وفاق بتقول ان سمر عندها حق فعلا ومن لايه سوهيل مبسوط جدا ان سمر ماشية وجمال مقدرش ان هو يقعدها ولا عزم عليها من لايه بعد كده روايدة بتتصل بوسام علشان تطمن على حالة هند اللي كانت داخل تعمل عملية خطيرة وكانت في حالة صعبة جدا وبيقول لها ان لسه ما فيش اي اخبار وكانت بلقس كمان قلان عليها لكن سوهيل كانت شمتانة فيها وبتقول انتوا ليه خايفين عليها كده مش هيحصلها حاجة اجدت حتقوم بسلامة الوحشين دايما بيعيشوا اكتر بدرجة اللي برقيس قالت لها كفاية بقى الكلامك ده ومنشوف بعد كده وفاق بتقول لجمال قوم راضي صمر قال لا مش قايم هي المفروض تكون عارفة من نفسها انا مش هروح وراها ويعرفة مكان كويس وبيقول كويس ان احنا اصلا هنبقى بعاد عن بعض فترة علشان نقدر نفكر بشكل احسن ومنشوف بعد كده سوزان ام هندي كانت موجودة في المستشفى وقال انا جدا على بنتها وبتروح فريدة علشان تطمن على هندي وتطمن كمان على كمان وبتروح علشان تجيبلهم شاي او قهوة او اي حاجة وسوزي بتتخانق مع كمال وبتقول له انت سبب في كل اللي حصل لبنتي لو لاك ما كانش حصل لها كده لو لا حبها ليك وانها هيئة دايما عايزة تبقى معاك بتعمل بين نفسها حاجات كتير يعني وبتبقى منهارة وبتفضل تتهم كمال وبتبقى يعني صوتها عاري في المستشفى وكمان مش بتلاقي مديحة ووفاء فبتقول المفروض يكونوا معاها سيبيب منت الوحدها ليه وطبعا ما تعرفش ان وفاء ومديحة معاها تود الوقت بس يا دوب روح شوية البيت خاطف فريدة بيروح يخبط عليها الباب مفيش اي رد طبعا بيبقى مغدود عليها وعارف ان هي الوحدها فكان معاها مفتاح بيدخل وبيدور عليها في كل مكان مش بيلاقيها وبيلاقي اللابتوب بتاعها موجود وفيه الفيديو بتاع جمال وفريدة سوا بيتضايق وبيضغاز وبيرمي اللابتوب على الارض وبيكسروا حتت جمال بيتصل بسهول وبيقول له لقيت سمر شفالي فقاله فندق وعرفني ضروري قال له تمام بيلاقي ملاقي بعد كده فريدة جايبه شاي ومودياه لكمال بيغبط فيها واحد يعني غصب عنه وبينكب منها الشاي وبيلاقي بعد كده جمال بيشوفها بقول لها انت موجودة هنا قالت ايوة قال لها انت كويسة في حي فيك حاجة حرقتي من الشاي قالت له لأ مفيش اي حاجة الرجل كان مستعجل وخبط فيها بعد كده بتقول ان هي جاية عشان تطمن على كمال روايدة بتتكلم مع سهير وتقول ان هي خارجة قالت لها ماما بتسأل عليكي قالت لها اروح مشوار وارجع على طول بينما سوزان كانت منهارة وبتقول ان الكمال اللي ضيع بنتها وبتيجي مديحة ووفاء وبيحاولوا يهدوها ويقولوا انهم وقفين معها دايما والمفروض ان انت تهدي شوية وصمر موجودة في الفندق حد خبط عليها كانت فكرة ان الحدي ده جمال كانت مبسوطة طبعا وعايزة تمسل الدور ان هي يعني ضحية وان هي مسكينة وحزينة لكن سهيل بيجي بقول لها مفيش داعي تنسلي ده انا قالت له انت جاي هنا ليه قال له ولانا كنت جاي علشان خاطر جمال قال لي ادور عليكي فجيت علشان خاطر ادور عليكي ويه على فكرة هو معبركيش اصلا بعتني انا وعمت اندي فرصة حلوة جدا علشان جمال يقرب اكتر من فايدة على فكرة لو فريدة ما كانش سبحة كان جري وراها جاري وطبعا بيغزه وبيستفزه فبتطرده على طول وطبعا منلاقي في المستشفى الكل قاعد ومنتظر اي خبر عن هند وكانت سوزان منهارة وبتقول لي ان كمال هو السبب وسام مرة واحدة انفجر في ام هند وقال لها احنا السبب في ايه كمال مش السبب في حاجة انت السبب انت اللي سايبة بنتك انت عارفة كانت قاعدة فين كانت شو كل شوية في بيت كانت بيضوح الفنادق كتير وانت رمياها ومسافرة وقاعد الوقت تلوم علينا وتقول لي ان احنا السبب وطبعا فضلت السوقات تغمزه علشان يسكت لكن مفيش اي فايدة كان بيتكلم وكان بتنرفس جدا ومنلاقي بعد كده المفروض ان هند في حالة صعبة وعايزة دم ضروري وفاصيلة الدم بتاعتها ندرة جدا عدنان قرر ينتقل من فريدة وقال لي نرجس تحضر لها قوضة تحت في المخازن في القبو يعني في مكان مضلم جدا حتى نرجس قالت ان المكان ده صغير ومضلم ومفوش كمان فتحت للتهوية رد وقال هو ده انا عايزة تقعد هنا لانكن تطفش ونرتح منها ولا حتى تموت ومنلاقي بعد كده فريدة بتروح على الشغل المتأخرة وعدنان بيهزقها وبيقولها تروح مكانها الجديد تشتغل فيه وكمان هو عايز الملفات ضروري جدا لانه محتاجها قالت ان الملفات دي على اللابتوب وفي البيت رد وقال روحي دلوقتي حالا وهاتي ملفات وخدي حاكتك وينزلي تحت في المكتب اللي احنا حطناه لك تحت بتروح على طوله على البيت علشان تجيب اللابتوب اللي عليه الشغل ومنلاقي بعد كده مديحة موجودة في المستشفى وعدنان بيتصل يتطمن وصيف بيروح كمان يتطمن على حالة هند المفروض دلوقتي ان فصيلة هند نادرة وباباها بس اللي عنده نفس الفصيلة طبعا الكل مش عارف يعمل ايه ومنشوف بعد كده ان بلقيس بتتصل بسعاد وبتقول لها ان البنت محتاجة يعني فصيلة دم نادرة وقارت لها على فصيلة الدم فبلقيس قالت ان هي حتيجي دلوقتي حالا علشان تتبرع لهند بالدم سهير بتتخانق مع امه علشان ما تروحش تتبرع لهند لكنها كانت مصرر ان هي طوح قارت لها لازم لازم دواجب ولازم اعمله فريدة بتروح البيت وبتلاقي هناك خاطبها بتلاقي اللابتوب مكسور بتقول مني لا عمر كده قال لها انا مويع غصبة عني قالت له غصبة عنك ازاي ده مرمي في الارض ومتكسر ستين حتى لكن طبعا كان رده معلش يعني غصبة عني انا ياسف فعلا قالت له مش حاجة لابتوب بس ده شغلي انا تعدي فيه كتير جدا والمفروض ان انا اقعد تاني ايام اشتغل فيه كانت مضايقة جدا رغم ان اقولها ان احجيب لك واحد غيره قالت مش عنا اللابتوب على الشغل اللي عليه وبتبقى مضايقة والمفروض ترجعها تاني لشتغل الشغل ده ومن لايه بعد كده الكل قاعد ومنتظر اي خبر عن هند بتيجي بلقس عشان تتبرع بالدم سوزان بتهزها وبتقولها مش انت برضو ام البنت اللي كان كمان معاها انتو سبب في اللي حصل اطلعي برا انا لو انت بتموت مش هاخد من دمك بيحاولوا يهدوها كانت عصابية بتيجي الممرضة وعايزة الدم داروني علشان كده بلقس بتروح وبتتبرع بدمها الهند علشان تعيش سمر موجودة في الفندق متغز عشان محدش عبرها لما حد بيخبط عليها بتفكره جمالي لكن بيطلع الروم سيرفز وبتكون متضايقة ومستنيها جمالي عبر بعد فترة بيخرج الدكتور وبيقول ان حالتها كويسة وتحسنت الكل بيفرح طبعا ومضيحة بتقول لها عدنان وبتفرحه ورويدة بتحاول تكلم امها مش بترد عليها فبتتكلم معا كمان وبتقول لانا كلمت ماما علشان اطمن على هند وما ردتش عليها ممكن تطمنني قال لها ايوه هي قادرواتي بقت كويسة قال لي طب الحمد لله قال لها انا عايز اتكلم معاكي قالت له مفيش كلام بيننا يا رد بقى كل واحد فينا يعيش حياته وبتعفد معاه على طول وملاقي بعد كده سهيل بيتصل بصور من رقم غريب بيتفكره جمال لكن بيقول لها ده انا سهيل ها هو جمال لسه مجلكيش يعني مش ناوي يعبرك برضه وطبعا بيبقى عايز دايما يعني يستفزها ويدايقها جمال بيروح لعدنان عدنان بيقول له انت سايب خاطب تخليف الفندق رحتها قال له مش هاجبها هي اللي غلطت في الموضوع هي اللي خرجت من غير ما تفهم حاجة يعني ماليش دعوة وقال له طب هي فين اداله العمام بتاع الفندق فريدة بتدخل وبتقول ان لكتوب بتاعها اتكسر والشغل اللي علي راح زعاق لها قدام جمال وقال لها روحي دلوقتي حالي نعمل الشغل ده يكون بكرة عندي هنا على المكتب وده شغل كتير جدا اخد منها ايام طبعا ما كانتش قادرة تقول حاجة ولا تعمل حاجة المترجم للخدم priv لجانزيز